بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة نادي الألي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس الحقيقة عندما تفكر في العالم كله عندما تفكر في العالم كله في الأندية بتجد رؤساء الأندية بينقسموا لأنواع كتيرة جدا أشهر ثلاث أنواع نوع من الممكن جدا أنه هو عايز يعمل مشكلة مع نادي كبير علشان يبيع الأسهم بتاعته مثلا ونوع تاني عنده مشكلة في فرقته وفرقته عندها مشاكل فنية واضحة جدا وعنده لعيبة مشيت ولعيبة جات وكلام من هذا القبيل وبالتالي بيعمل لغوشة علشان يلهي الناس في حاجة التالت بقى ده بيبقى نوع مشهور جدا في العالم كله في العالم كله أنا بتكلم على العالم كله وبشكل عام النوع التالت بيبقى مشهور جدا في العالم اللي هو إيه اللي هو الكذب مالوش رجلين بمعنى أن أنا أقول حاجة من شهر وبعدين أجي أقول حاجة عكسها فأقول أن أنا ما قلتش الحاجة اللي فاتت مثلا قالوا في بعض الأقوية خلينا رجع بقى وطبق ده على الدولي المصري الدولي المصري قالوا أن الأهلي من فترة كده لو تفتكروا النغمة دي طلعت قالوا أن الأهلي عاوز يلغي الكاس القديم عشان خايف من بيرامدز الأهلي نادي الأهلي عايز يلغي الكاس اللي هو كسف فيه مبارح بيرامدز علشان خايف من بيرامدز تخيل حضرتك أن هذا الكلام تقال نادي الأهلي صاحب الإنجازات والبطولات الكثيرة جدا والبطولات العريقة جدا وعدد البطولات حتى لو تغلب من بيرامدز فماتش من الماتشات ولا حاجة وخرج من الكاس زي ما بيتقال لكن ده ما حصلش بالعكس أنا ممكن على فكرة دلوقتي أطلع أقول إيه أطلع أقول أنا كسبت بيرامدز بالناشئين عشان زياد طارق وعلشان واحد كمان بيلعب ولا حاجة أحمد كوكا لعب من أول المباراة فاطلع أقول إن أنا كنادي أهلي يعني كسبت لدي بيرامدز بالناشئين مثلا يعني لكني مش هعمل كده طبعا ممكن أقول برضو أنا كسبت بيرامدز وأنا عندي غياب عشرة خمستاشر لعيب من أفضل لعيبة في مصر وفي أفريقيا كلها ولكن برضو مش هطلع أقول هذا الكلام لأنه يعني لو جت لها عديت مع حضراتكم التشكيل الأساسي اللي كان غايب مبارح أو التشكيل اللي بيلعب اللي كان غايب مبارح هتعرفوا إن الكلام اللي أنا بقوله صح ولكن أنا مش هقوله هذا الكلام الكلام اللي بيتقال زي ما قلتلكم أو بدأ الكلام اللي بتقالها لك الأهلي عايز يلغي مش إحنا طبعا بعدما نلايه شجع نادي الأهلي كانوا بقوله هذا الكلام قولك الأهلي يصلوا عايز مش عايز يلعب قدام بيرامدز عشان خايفة اللي يتغلب من بيرامدز وعنده الأهلي عنده مشاكل وعنده بتاعي يا ريتي يا أخي كل الناس عنده مشاكل وبتعرف تكسب بهذا الشكل يعني ومصر كلها شافت مبارح اللي حصل واللي عمله كابتن سامي قمصان مع بيرامدز ده فنياً هنتكلم عنه هم 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 اللي بيروجوا لهذه الفكرة هم هم اللي بيروجوا لفكرة محاولة الغاء الدوري ويروجوا لها بكثافة